مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة موضوع اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل الذي ترأسه اليوم بالرباط رئيس الحكومة عبدالله بن كيران المشروع يهدف إلى بلورة جواب وطني لمعالجة الإشكاليات المطروحة في مجال حماية الطفولة اليوم نحن على استعداد للإنخراط في تقديم سياسة عمومية مندمجة تحقق الالتقائية بين جميع القطاعات الحكومية كل يتحمل المسؤولية بنظرة واحدة بمقاربة موحدة وكذلك من أجل مخرجات لصالح الطفولة لا نراعي فيها المصالح الضيقة القطاعية ولكن المصلحة الفضلة للطفل انطلاقا من البوابة الحقوقية التي تحقق حماية الطفل الشيء الذي لم يتحقق مع المرحلة الأولى للخطة الوطنية للطفولة عالم جدير بأبنائه الاجتماع الذي كنا فيه اليوم دخل في هذا النطاق وهو اندماج سياسة العمومية فيما يتعلق بالطفل بما فيها الظاهرة للتشغيل والعمل بصفة منسجمة من كل قطاعات الحكومية والمجتمع المدني وكل من يهمه هذا الأمر هذا بش فعلا تكون عندنا واحد المعاملة مع الأطفال المغربة بما يليق بهم ويندرج مشروع إعداد سياسة عمومية لحماية الطفولة في إطار إعداد المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة وبعد أن أكدت نتائج التقييم نصف المرحلة لهذه الخطة الحاجة إلى تعزيز محور حماية الطفولة كأولوية المرحلة المقبلة